السلام عليكم احبائي نتمنى انكم تكونوا كامل بخير. نقدم لكم وصفاتة الروز بطريقة سهلة. الروز بدون فور راح نديروه في مقلات بطريقة كما اخدت لكم سهلة ونتيجتها رائعة. شوفوا معي. هي هذا الروز مجيش مع الجن يجي كل حبة وحده. شوفوا. اذا اه اتابعوا معي هالطريقة خطوة بخطوة. وراح ينجح لكم ان شاء الله اذا كانت تابعتوا معي. خطوة بخطوة هالطريقة. اذا ننتقل مع بعض الى طريقة تحضير هالطبق. اذا احنا عندي معكم في طنجرة تكون سهلة. احتيت فيها نصف بصلة مفرومة. وهذه سلصة جاج كنت حمرت فيها جاج في الفرن. يعني هذه اختياري انا فقط فضلت لي. حبيت نديرها نبدلها بالزيت. يعني نحمص فيها البصل. انا فضلت لي. ما حبيش مكسا. راني حمصت فيها البصل. احنا عندي. عندي. زوج فناج الروز. هادو كيلت بهاد الفنجان. تعال حليب كل وحده. وبواش تحب تكيل. هاد الروز مختوف الماء لمدة ساعة. وصفيته واخترته ملاح. راح نقليه مع البصلة. اذا هاد طريقة انا استعملتها انه نقات الروز داخل ما خليته داخل ما بشي. صرت هاد طريقة انه هاد الروز يولي اكبر ويولي طويل. خاصة اذا كان الروز استعملناه من نوعية اللي ماتشي ماتشي خشينا. ماتشي نوعية لصغيرة. اذا راح نقلو جيدا هاد الروز مع مع البصل. وشوية فلفل حل. وشوية ملحة. انا ما نفرش الملح لانه في الاخر راح نضيف. راح نضيف. راح نضيف اه سلصة او الزيتون. نضيف مرقة سلصة او الزيتون. راح نضيف. او مرقة مسلصة او الزيتون. وبالتالي مح بش نكسر الملح بش ما تجينيش ملحة. راح نخليه جيدا. اهم مرحلة في هذا الروز هو انه يتقلى جيدا لازم يتقلى جيدا حتى نحصله بداية يولي شوية ذهبيت بدي لأكله بتاعه ويحمار شوية باش نضيفه للمرقة عليه هذي هي المرحلة المهمة في هذا الروز باش ما يجيش متلاسق ويجي يكون حبة ويحبها نفرقه مرة على مرة هنا اضفت سنسيد ما قد كمش ضفت شوية زغيطرة اللي تحب تدير زفران و الكورتران باش يتبدل لون الروز دير انا منح باش ما نحب نخليه هكذا لانو كي نضيف عليه المرقة راح يتبدل لكله ويطماتيق مو ويوليك الروز هكذاك حمر روز راح نقليه جيدا ونعود نرجع لكم هنا بعد ما تقليه جيدا شوفوا معي كيف تبدل اللون تاعه رجع محمار ذهبي هنا عندي اذوك الفناجل اللي كي يلتبهم الروز درت تزوج فناجل الروز راح ندير ربعة فناجل من المرقة داخل هاد الروز وهاد ربعة فناجل تاع المرقة راح نقسمهم عندي زوج تاع المرقة تاع زيتون اللي يكون تطيبته زوج فناجل هكذا وزوج من الماء يكون مغلي هكذا 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 سما اربعة فناجل تاع مرقة في زوج فناجل تاع روز نحن 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 عندي زيتون اللي كنت طيبته بقطاع اللحم ولا جاج كما حبيته اللي كنت طول على الروز نحن 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 نصفه لانو ما نحن نكثر لي من المرقة نحن نحن نضيفه داخل الروز وخليد شوية على جهة باش نسقوبها الروس نقضى 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 عليه نقصى من النار لأقصى درجة يعني على النار تكون قليلة جدا ونخلوه اي طيب نخلوه اي طيب حتى نشوفو باللي نلقاوه تشرب كامل الماء ما بقى فيه حتى اخترى ماء ما نحركوه ما والو نخلوه هكدا حتى تشرب كامل المرقى اللي فيه ونعود نرجع لكم اذا هاهو تشرب كامل الماء المرقى تتعوب شوفو كيفاش تشرب كامل المرقى نشوفو نحاولو نخلو مغرفة ولا اي حاجة نقاوه تشرب كامل المرقى شوفو معايا كيفاش كل حبا وحدها نحن نتحاول نحطرب لكم الصورة ما جاش متلاسق كل حبا وحدها شوفو راح نحطوه في طبق تقديم ونعود نرجع لكم اذا هاهو معنا الطبق النهائي تعروز اللي قلت لكم انه يجي فركة كل حبا وحدها شوفو معايا ما يجيش متلاسق فيما بعدو والسر كيما قلت لكم انه يتحمس مليح في الزيت والمانجارين يتقل لها مليح 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 تي يتبدل لها كله رتاعه باش نضيفو له المرقة اذا نتمنى انه يعجبكم الصبق اللي قدمتو اليوم ما تنسواش دلوا لي لايك واشتراك في قناتي وساح اختركم و الى لقاء الى وصفة اخرى ان شاء الله شكرا